في الستوديو هو السفير محمد فايز جبريل سفير ليبيا لدى مصر في أول ظهور لك سيادة السفير بعد الأزمة التي نشبت واختطاف ديبلوماسيين مصريين في ليبيا أهلا بك أهلا وسهلا بك إحنا عايزين نتكلم على ما وصلت إليه الأزمة حتى الآن إحنا عارفين نبيل فهمي وزيري الخارجية التقى صباح اليوم بمجموعة من أسر الدبلوماسيين المختطفين في ليبيا وطمأنهم على أحوال ذويهم وأكد حرص الوزارة وجهزة الدولة على سلامة عضاء السفارة المختطفين وعارفين كمان أنه تم إجلاء بقية البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا من خلال طائرة والكلام ده كان بالأمس ومن الجانب الليبي أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية أن السلطات المختصة تقوم بجهود كبيرة أيضا لإطلاق سراحة دبلوماسيين المصريين المختطفين في ليبيا ما معنا الرجل الذي يجب الحديث له الآن بخصوص ما وصلت إليه هذه الجهود فضل سيادة السفير اللي وصلت لي الجهود أزمة الدبلوماسيين هل هناك أنباء عن قرب انفراجها التحية لك ولإدارة القناة لإتاحة لهذه الفرصة والتحية إلى مشاهديك الكرام أينما كانوا لا شك إنها أزمة ولكن أنا باعتقاد أن العلاقات دائما هي التي تبقى ومنافع الناس هي تبقى والأزمات هي التي تمر وهذه أزمة وسوف تمر بعون الله تعالى لأنها أزمة ليست مركبة أزمة ليست لها لا تعكس حقيقة ومشاعر الليبيين اتجاهها أخوانهم المصريين هو لحظة غضب ربما حدثت ردة فعل طبعا نحن نرفض بشكل واضح وصريح احتجاز أو اعتقال أو التعدي على أي دبلوماسيين هذا عمل ترفضه الدولة الليبية شكلا وموظوعا وليس له مبرر على الإطلاق نحن دولة لا بد أن نحترم الأعراف والقوانين جميل هذا التوضيح في البداية حضرتك ذكرت ردة فعل عشان نوضح للمشاهد يمكن لكل المتابعين حصل أنه تم القبض على شخص يدعى شعبان هدية هو رئيس غرفة ثوار ليبيا معروف بأبو عبيدة قبض عليه في الإسكندرية وبعدها بيومين تقريبا حصلت موضوع اختطاف الديبلوماسيين المصريين في ليبيا فمن هنا بتتلم على ردة الفعل نعم هو القضية أنه نحن أريد أن أوضح شيء آخر نحن لسنا ضد فكرة اعتقال أي مواطن أي مواطن نحن بعد الثورات العربية رصخنا فكرة أن القانون فوق الجميع ولا استثناء لأحد هناك الرؤساء يحاكمون يعني وهناك قيادة أخرى مطلوبة إذن القانون هو فوق الجميع إذن الفكرة ليست المواطن الذي اعتقل ردة فعل لكن هو كل ما هو المطلوب بس خلفية الاعتقال على أي أساس تم هذا الاعتقال تتكلم عن الخلفية اعتقال أبو عبيدة لجانب القانوني نعم حضريك عايز تكلمني على أبو عبيدة وأنا عايز أكلمك على ديبلوماسيين مصريين دلوقتي مختططين في ليبيا وأنت ندت بذلك وتقول أنه غير منطقي وغير مبرد نحن حينما يعتق المواطن كل ما في أمن نطلب الخلفية اعتقاله يعني هو لم تعلن أسباب ولكن سبق أن ربط بين أبو عبيدة وبين تنظيم القاعدة فواضح أن أسباب تتعلق بالأمن القوم المصري هذا الرابط ليس له أساس لم تقل لنا السلطات الأمنية المصرية لم توضح لنا ذلك لم تقل ذلك هي اعتقلت المواطن الليبي شعبان هدية ونحن نطلب ليس بالإفراج عنه نحن نطلب ما هي الملابسات أنتم طبعا من حقوقكم المطالبة برعاية مصالح الليبيين ومن حق أعتقد على جيزة الأمنية المصرية أيضا أن تحفظ على أسرار الأمن القومي المصري أي مواطن في أي مكان في الدنيا حينما يتم اعتقاله تهرع سفارته طيب كلمني على الديفوماسيين بتاعنا يا سياد السفير حاضر لبحث أسباب دعني أرسخ القواعد القانونية نحن نريد أن نرسخ قواعد قانونية طيب القواعد القانونية حينما يتم اعتقال أي مواطن ما لا بد أن نفهم خلفية الاعتقال حتى تقوم السفارة بمعرفته وتقديم مساعدة القانونية ذلك ثم الجانب الآخر لا نسمح وهذا الذي مهم لا نسمح برد فعل نحن نحن الدول لا يمكن إذا اعتقل مواطن مصري على سبيل مثال في ليبيا أن يهرم مع جموعة من المواطنين المصريين ويعتقلوا أو يختطفوا تمام أنا عايزة من حضرتك معلومات بالنسبة للديبلوماسيين نحن الآن بصدد التفقيف نريد أن نعطي رسالة واضحة إذا مواطن مصري تم اعتقاله في ليبيا وساعديني في ذلك لا يجوز لا بس حضرتك بتقول ما لكش معلومات أنا عندي أكدت وزارة الخارجية الليبية أن هناك جهود لإطلاق صراحية بس يعني عرفني إلى أين وصلت هذه الجهود لا أعرف لأن هذه الجهود هي هين مذكورة هالجهود أنا لا أعرفها حتى الآن لكني أعرف تفاصيلها ولكني أعرف هناك جهود لكن أريد أن أرصخ قواعد طب أي نوع من الجهود يعني الاتصال بغرفة طوار ليبيا ممكن جائز لكني برضو مصر على هذه القضية جئت هنا لكي أرصخ بعض القضايا وأخاطف شعبي في ليبيا بالدرجة التي يشاهدنا الآن بأن إذا اختطف أحد إذا مواطن مصري أخطأ أو قدم إلى جهات تحقيق في ليبيا لا يجوز أن يكون رد الفعل هنا في مصر اعتقال دبلوماسي الليبيين مثلا مثلا طيب ألا تري هذه قضية مهمة جدا بالنسبة لأعرف في نشر وعي في نشر وعي حتى نحاصر كل الأعمال الخارجة على القانون تمام غرفة طوار ليبيا هذا يحل المشكلة ما أقوله هو الذي يحل المشكلة وليس لما حضرتك تتفضلي به الآن لأنه معروف وتحدثت عليه السفرات وتحدثت عليه نحن نريد أن نقنع الشباب الموجودين في ليبيا أن يفرجوا على الدبلوماسيين لأن الدبلوماسيين لا يجوز اعتقالهم خطبتم الخارجية المصرية في هذا وحضرتك يعني مش ممكن يكون كلام من جانب واحد يعني لو تسمح لي بعض الأحيان أنا أطرح عليك أسئلة تفضل كمان الرأي العام المصري مهتم جدا بالقضاء هل خطبتم الخارجية المصرية أي طبيعة التنسيق بينكم وبين الجانب المصري في هذا الخصوص لست ملمة بكل التفاصيل ولكن التليفونات لا تسكت يعني من الصعب جدا أن ألخص لك 1300 مكالمة التليفون 1300 مكالمة كلها تدور كيف هم أين هم الرجاء إطلاق صراحهم هذا لا يجوز هذا عبث كل هذه التفاصيل كل اللي يخطر على بالك 1300 مكالمة تليفونية في الأيام الماضية أقل من 24 ساعة في أقل من 24 ساعة طيب غرفة توري